كتير وانت شغالة على شية الإكسل بتلاحظ ان في علامات صح وغلط موجودة قدام قيم معينة في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتعلم مع بعض أسهل طريقة تقدر تظهر بيها علامات الغلط وعلامات الصح بناء على قيم معينة يعني مثلا في المثال اللي قدامك ده دي عبارة عن أرقام لقيمة مبيعات فهنا أنا عايزة أي مبيعات بتساوي 2000 أو أقل من 2000 يظهر قدامها علامة غلط وأي مبيعات أعلى من 2000 يظهر قدامها علامة صح زي ما انت شايف كده ومش عايزة كده بس أنا كمان عايزة أعد علامات الصح اللي موجودة في العمود وكمان أعد علامات الغلط اللي موجودة في العمود يعني باختصار هتتعلم ازاي انك تدخل الرمز أو تدخل علامة الصح والغلط في شية الإكسل وكمان تعمل عليها معدلات تعالوا نشوف مع بعض هننفذ ده ازاي بطريقة سهلة جدا على الإكسل بس ياريت تدعم الفيديو بلايك وتشارك الفيديو مع أصدقائك أول حاجة عايزك تركز فيها وتخلي بالك منها حاجة أساسية جدا في الشغل بتاعنا دلوقتي هي ان انت هتحفظ رقمين هتحفظ رقم 251 ورقم 252 الموضوع سهل جدا رقم 251 ده اللي هيوصلني لعلامة الغلط رقم 252 هيوصلك لعلامة الصح طب ازاي تعال كده نشوف على جنب كده نوضح الموضوع ده لو جيت عملت يساوي وكتبت هتزهر معاك مجموعة من الدوال الدلة الاولانية اللي زهرت معاك دي دي بتدل على دلة الكاراكتر اضغط عليها هيطلب منك الرقم هنا بقى حط رقم 251 اتفقنا ان 251 هقدر اجيب من خلاله علامة الغلط اقفل الكوس كده واضغط انتر طب انت اطلع لك هنا حرف مفيش مشكلة خالص سيبه دلوقتي وتعالى نكتب الرقم اللي خاص بعلامة الصح لو جيت تعمل يساوي وتكتب هيطلع لك اه الدوال اختار منها الدلة الاولانية اللي هي عليها واكتب جواها الرقم اللي هيساعدنا ان احنا نجيب علامة الصح اللي هو امتين اتنين وخمسين واقفل الكوس بتاعك واضغط انتر علم على الاتنين كده وغير نوع الخط هتروح هنا من تاب هوم وتعالى هنا كده عند نوع الخط وانت واقف على اي خط فيهم اضغط على حرف W من الكيبورد هينزلك على الخطوط اللي فيها حرف W هتختار منها آآ نوع خط اسمه اختار نوع الخط ده كده هتلاحظ ان العلامات او الحروف اللي كانت ظهرة معاك اتحولت لعلامة الغلط بناء على الرقم متين واحد وخمسين وتحولت لعلامة الصح بناء على الرقم متين اتنين وخمسين ده الاساس معايا اللي عايزك تخلي بالك منه تعالى نشوف هنستفيد بيه ازاي في الشيط بتاعنا وازاي هنطبقه على المعدلات في العمود ده انت عندك مجموعة من آآ المبيعات احنا محتاجين ان لو المبيعات كانت بتساوي الفين او اقل يزهر قدامها علامة غلط. بتيجي هنا كده تكتب يساوي وبعدين بتكتب F عليها وبعدين بتديله بتقول له لو ان الخلية دي كانت اصغر من او بتساوي الفين وبتعمل لو كانت النتيجة اصغر من او بتساوي الفين ايه اللي هيحصل هتحط لي علامة غلط. يبقى في الحالة دي هتبتدي ان انت تستخدم اللي احنا لسه شرحنا. يبقى هتكتب وتختار انت هنا عايز يطلع لك علامة غلط. يبقى هيبقى متين واحد وخمسين وتقفل الكوز بتاعك. وبعدين تعمل طيب لو كانت النتيجة دي مش صحيحة. يعني كان الرقم اللي موجود في الخلية دي مش اصغر من او بيساوي الالفين. كان اكبر من الالفين. يبقى في الحالة دي هنعمل وهنحط الرقم اللي بيزهر لي علامة الصح اللي هو متين اتنين وخمسين. ونقفل الكوز ده اللي الخاصة بف. ونضغط انتر. بالفعل طلعت لك علامة الغلط. اضغط دابل كليك. هتطلع لك العلامات اللي موجودة قدامك دي. قدام القيم اللي بتحقق الشرط. لو كان الفين او اقل طلعت لك علامة غلط. ولو كان اعلى من الالفين طلعت لك علامة صح. طب لو طلعت لك حروف زي المرة اللي فاتت يبقى انت هتعلم عليهم كلهم كده. وتيجي هنا تختار نوع الخط اللي هو طيب دلوقتي لو انت عايز تعد علامات الصحة او علامات الغلط اللي موجودة في العمود. هتعمل ايه? هتيجي هنا وهتكتب يساوي. وهتعمل في عندك اسمها تضغط عليها دابل كليك. هيقول لك حدد لي فهتختار اللي فيه علامات الصحة والغلط. وبعدين هتعمل بعدين هيطلب منك الكريتيريا او المعيار. فالمعيار هنا انت عايز تعد ايه? لو انت عايز تعد علامات الصح يبقى هتتبه له كلمة بحيس ان تطلع لك الخاصة بكاركتر. تضغط عليها دابل كليك. وهنا هتحط الرقم اللي بيزهر لك او اللي بيوصلك لعلامة الصحة اللي هو متين اتنين وخمسين. وتقفل الكوس وتقفل الكوس الخاص بكاونت اف. وتضغط انتر. هيقول لك ان عدد الدوال او عدد الخلايا اللي ظاهر فيها علامة الصحة تلاتة. هم بالفعل تلاتة اهم. واحد اتنين تلاتة. طب عايز تعد علامات الغلط? نفس النزام هتكتب يساوي. وهتعمل كاونت اف. تختار من هنا كاونت اف. الرنج بتاعك هو العمود اللي موجود فيه علامات الصحة والغلط. هتعمل كما. الكرياتيريا هنا هي الخلايا اللي موجود فيها علامة الغلط. يبقى هتحط character وتختار الخاصة ب character. والرقم هنا اللي بيجيب لك او اللي بيوصلك لعلامة الغلط هو امتين واحد وخمسين. اقفل الكوس. واقفل الكوس الخاص بكاونت اف. واضغط انتر. هيطلع لك اربعة. بالفعل العلامات الغلط عندك موجودة في اربع خلايا. بكده بتكون قدرت بطريقة سهلة انك تدخل السيمبل او الرمز الخاص آآ بعلامة الصحة وعلامة الغلط. وكمان تعمل عليه معادلات بانك تعد كام علامة صحة في العمود او كام علامة غلط في العمود. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمه بلايك. وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة